اهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من دورة تعليم برنامج اكسل في هذه المحاضرة راح نشرح الدالة الدبلير طبعا هذه الدالة فاعدتها هي حساب الفرق بين تاريخين اي انه حساب العمر او حساب الخدمة ناخذ مثال في هذه الخلية نقول الاسم الاسم المواليد وتاريخ اليوم والعمر الاسم علي المواليد واحد الف وتسعمية واثمانية واثمانين تاريخ اليوم طبعا نضيفه من خلال صيغ التاريخ الوقت ونختار موافق الاسم الاسم اخر مثلا محمد المواليد واحد واحد الف وتسعمية وتسعين وتاريخ اليوم مثل ما قلنا طبعا نقدر من خلال عناصر مستخدمة مؤخرا ناخذ اسم اخر اخير مثلا كرار اثنين وعشرين خمسة الف وتسعمية تاو خمسة وتسعين تاريخ اليوم طبعا من عناصر مستخدمة مؤخرا صيغ العناصر مستخدمة مؤخرا نختار today وطبعا نقدر هذا نفسه التاريخ السابق نسوي له هندل حساب العمر العمر شون يساوي انه العمر يساوي تاريخ اليوم ناقصا المواليد طبعا عندنا دالة دالة اسمها double year طبعا هذه الدالة اللي هي الدالة double year مكوناتها هي يساوي اكتبير نفتح قوس نحدد التاريخ التاريخ الاحدث او نقول تاريخ اليوم بشكل مباشر افضل تاريخ اليوم نسد القوس ناقصا year نفتح قوس وتاريخ او التاريخ الاقدم نسد القوس هذه هي مكونات الدالة نطبقها طبعا التاريخ اليوم هذا تاريخ القديم يعني مبدئيا انه 1990 اقدم ام 2018 اقدم اكيد فاذا الاقدم هو المواليد حتى نحسب العمر نحدد الخليل اللي يريد انضيف بها العمر ونضغط كلك على شريط الدالة الاف اكس نكتب يساوي year طبعا نختار الدالة من خلال تاب بعدها نحدد تاريخ اليوم ونسد القوس ناقص year مرة ثانية ونحدد المواليد ونسد القوس وبعدها نضغط على علامة الصح رح يحسبدنا العمر محمد ممكن ان نعيدها طبعا ممكن احنا ان نسوي هاندل رح يحسبدنا الاعمار ولكن انا راح اعيدها حتى الدالة تفهموها بشكل افضل يساوي year اختار تاب احدد تاريخ اليوم اصد القوس ناقص year مرة اخرى تاب واحدد تاريخ المواليد بعدين اصد القوس enter اعيدها مرة ثالثة واخيرة يساوي year اختار تاب طبعا اقدر اكتبها ولكن تاب للسرعة احدد تاريخ اليوم اسد القوس ناقصا year مرة اخرى احدد تاريخ المواليد طبعا تاريخ المواليد للشخص اللي اريد احسب عمرا يعني مو احدد تاريخ المواليد الغير شخص بعدها اسد القوس بعدها اضغط على علامة الصح جميل طبعا هذا مثال اول ناخذ مثال اخر الاسم تاريخ المباشرة تاريخ اليوم الخدمة ممكن هذه الاسماء الثلاثة نفسها علي محمد كرار علي باشر في شركة معينة تاريخا 1-3-2017 بعد محمد طبعا ممكن انه تاريخ اليوم نضيفه من خلال صياغ العناصر المستخدمة مؤخرا او ممكن من التاريخ الوقت ونختار today محمد باشر يوم 3-4-2017 ايضا ممكن انه نسوي لتاريخ اليوم كرار باشر يوم 24-8-2010 ممكن انه نسوي لتاريخ اليوم الخدمة الخدمة شو تساوي الخدمة تساوي تاريخ اليوم ناقصا تاريخ المباشرة يعني ممكن انه نعدل هذا التاريخ حتى نقول الخدمة تساوي year نفتح قوس تاريخ اليوم نسد القوس ناقصا year نحدد تاريخ الاقدام اللي هو تاريخ المباشرة ونضغط انتر نضغط انتر نطبق هذه نحدد الخلية اللي رد نحسب بها الخدمة اللي علي روح على يساوي نكتب year top نحدد تاريخ اليوم نسد القوس ناقصا year مرة اخرى ونحدد تاريخ المباشرة ونسد القوس اوكي طلعت الخدمة سنة طبعا ايضا نقدر نسوي هاندل للبقية ولكن انا رح اعيدها مرة ثانية حتى تتسع الفكرة يساوي year top نحدد تاريخ اليوم نصد القوس ناقصا year ونحدد تاريخ المباشرة نصد القوس انتر طبعا نقدر نسوي هاندل للشخص التالث طبعا هذه الدالة double year سميت double year وذلك لاستخدام مرتين year في هذه الدالة طبعا هذه الدالة مهمة جدا في حساب العمر والخدمة حتى من خلالها نقدر نحسب التقاعد في الرواتب ونقدر نحسب سنوات الخدمة ونقدر نحسب مخصصات الخدمة ومخصصات العمر طبعا دالة مهمة وبسيطة تحتاج القليل من التركيز ومن ثم ممكن ان نعمل بهذه الدالة الواجب الخاص بهذه المحاضرة هو عمل هذا الجدول طبعا الجدول اللي بالاعلى فقط هذا الجدول اللي بالاعلى هو رح يكون واجب المحاضرة نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه دالة موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر